حول طاولة دعي إليها أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواص بشكل طارئ تصدرت موجة الانقلابات العسكرية في المنطقة النقاش الخميسة الأزمة في مالي ليست وحدها موضوع البحث في ظل تطورات مشابهة تعيشها كل من بوركينا فاسو وغينيا وكذا غينيا بصاوة رغم أن محاولة الانقلاب فيها باءت بالفشل وإذا كان جزء هام من النقاش سينصب على ما يمكن اتخاذه من قرارات إضافية ضد وغادوغو بعيد الزيارة التي قام بها أعضاء أم إكواص إليها في وقت سابق فإن مراقبين لا يستبعدون تسليط قيادة إكواص الضوء أيضا على واقع ومستقبل منظمتهم في ظل أعباء كبيرة أضحت تواجهها جراء كم التوترات في دولها وذلك ما قد يدفع إكواص إلى تليين مواقفها من تلك الانقلابات بشكل اضطراري يحدث هذا في وقت طفائل السطح توطر لافت قد يكون له من التداعيات على الشأن الأثر الكبيرة أزمة بين باماكو المنتفضة ضد عقوبة إكواص وباريس انطلقت من إعلان السلطات الانتقالية المالية طرد السفير الفرنسي من أراضيها كرد على تصريحات فرنسية وصفت بالمعادية لينتقل الجدل ليشمل مسألة مستقبل تواجد القوات الفرنسية وكذا قوة تكوبا العسكرية في مالي وفي إفريقيا بشكل عام خاصة بعد مطالبة باماكو الدانيمارك بسحب جنودها المشاركين في تكوبا من البلاد الأمر الذي مهد لبروز تفكير عميق لإعادة النظر في الموضوع كما تذهب إلى ذلك وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي أدرجت الملفة في صلب هدف زيارتها الخميس إلى النيجر